اغتيال القياد في حركة حماس ورئيس مكتبها الرئاسي إسماعي الهنية جرمة ليست هي الأولى لإسرائيل ولن تكون الأخيرة في محاولة لإنهاء حلم المقاومة الفلسطينية إلى الأبد آخر ظهور الهنية كان في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان وبعدها بساعات أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتله إذر غارة إسرائيلية اخترقت حدود طهران وإيران كلها خبراء أوضحوا بأن جريمة الإغتيال تؤكد مدى هشاشة النظام الإيراني وضعف ترسانته على الرغم من تهديداته المستمرة والتي تزخم بها وسائل البث الإعلامي والإقليمي بحسب مراقبين لم يتم اغتيال القائد إسماعيل هنية فقط بل تم اغتيال الاعتبار الإيراني بعد أن اعتادت حكومة طهران أن تدير المعارك عبر ميليشياتها في دول الإقليم بعيداً عن حدودها الجغرافية القيادي هنية أعيد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس للمرة الثانية على التوالي في العام 2021 لدورة تنتهي في 2025 وتعرض للاعتقال من قبل الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة فمنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطع غزة عمدت إسرائيل إلى استداف قيادات الحركة في القطاع وخارج الأراضي الفلسطينية كان ضمن ذلك اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري بغارة بلبنان في يناير الماضي الفصائل الفلسطينية دعت إلى إضراب عام ومظاهرات حاشدة احتجاجاً على اغتيال هنية واستردد فعل عالمية وإقليمية منددة بعملية الاغتيال في العاصمة الإيرانية طهران حيث تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً وأوامر محكمة العدد الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة أما المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية فقد نشر لاحقاً صورة لهنية على فيسبوك وعلى جبهته عبارة تم التخلص منه في مشهد يؤكد عزم الحربة الإسرائيلية على هدك مزيد من الدماء الفلسطينية في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية على مستوى العالم